أنهت اللجان التحضيري لمؤتمر القوى المدنية الأول في محافظة كربلاء كافة استعداداتها الخاصة لعقد المؤتمر الأول يوم السبت المقبل على قاعة نقابة المعلمين في مركز مدينة كربلاء سلة من الاجتماعات واللقاءات التشاورية أنهت اللجان التحضيري لمؤتمر القوى المدنية الوطنية الأول في محافظة كربلاء كافة استعداداته الخاصة بالمؤتمر الذي سينعقد في يوم السبت المقبل على قاعة نقابة المعلمين في المدينة بعد تحضيرات واسعة واجتماعات ومشاورات بنائة بين اللجانة التحضيرية نعلن اليوم إنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تجمع القوى المدنية الوطنية الأول في كربلاء والذي سينعقد يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى ليضم هذا المؤتمر الطيف المدني الوطني الذي يسعى لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات التي تضمن حقوق جميع العراقيين وتحقق العدالة الاجتماعية المؤتمر وبحسب القائمين عليه سيشهد حضورا كبيرا وواسعا من ممثلي الأحزاب المدنية والشخصيات المستقلة في المحافظة التي تسعى لتحقيق الإصلاح والتحول النوعي نحو عراق مدني ينعم أبنائه بالاستقرار والرفاه الاقتصادي المؤتمر بذننا بجهود الهيئة التحضيرية جهود كبيرة جدا والدعوات سيكون حضور على مستوى العراق في هذا المؤتمر من أخواننا اليزيدين من مسؤولية الأحزاب والكلا هذا المؤتمر قامت عليه على تأشيشه وعلى متابعة لاحقا أحزاب وطنية مدنية وشخصيات وطنية مستقلة وجدت وتأكدت أنه لا خروج للعراق من هذه الكارثة إلا ببناء دولة مدنية وإشاعة الحياة المدنية والابتعاد عن مواقع التوتر والصراعات التي أنهكت البلد وذهبت بشبابه وذهبت بخيراته اليوم القوة والتحالف القوة المدنية اليوم الموجود هو جمع جميع الأحزاب وجميع القوة المدنية اليوم تحت راية واحدة من أجل هدف وطني واضح أنه الخروج بالعراق إلى بر الأمان بعد جهود كبيرة واستثنائية أعلنت اللجان التحضيرية لمؤتمر القوة المدنية الوطنية في كربلا إنهاء استعداداتها لعقد المؤتمر في المحافظة والذي يتطلع إليه الجميع ليؤسس قاعدة متينة لانطلاق عمل وطني مدني واعد في كربلا يدفع باتجاه تقديم ما هو خير وصلاح لأبناء المدينة من كربلا طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية